بعد سنتين على تأجيلها تجرى الانتخابات التشريعية في أفغانستان بمساعدة دولية وبإشراف مراقبين دوليين ومحليين في خضم اتهامات من المعارضين بتدخل الحكومة في هذه الانتخابات مشروع الانتخابات التشريعية في أفغانستان يرتبط بشكل مباشر بقضية مصالحة مع خصوم حكومة الرئيس أشرف غني فنجاح عملية الاقتراع ولو بشكل جزئي سيمهد الطريق للمشروع الحكومي الثاني وهو المصالحة مع حركة طالبان كما سيشكل نجاح تنظيم هذه الانتخابات ضربة للمعارضين الذين سعوا إلى تأجيلها مرة أخرى والتشكيل حكومة مؤقتة لجنة الانتخابات صرحت أن عدد الناخبين المسجلين لديها يصل إلى تسعة ملايين ناخب من أصل 12 مليون شخص يحق لهم الاقتراع بينما بلغ عدد المرشحين 2560 مرشحا بينهم 418 امرأة يتنفسون على 228 مقعدا فعليا من أصل 249 مقعدا في البرلمان مع حسم 10 مقاعد لولاية غزنة وأحد عشر مقعدا لولاية قانغهار التي تأجلت الانتخابات فيهما بسبب خطورة الوضع الأمني 21 ألف مركز اقتراع من المقرر أن تستقبل الناخبين بحماية 54 ألف عنصر أمني نظرا إلى تصاعد الهجمات المسلحة التي استادفت الحملات الانتخابية في الأيام الماضية وهو ما زاد من المخوف بشأن وقوع هجمات محتملة لا سيما وأن الجماعات المسلحة في أفغانستان توعدت باستداف مراكز الاقتراع والمرشحين وبينما يتهم المعارضون الحكومة الأفغانية بالعمل على كسب نتائج الانتخابات لصالحها تشير الاستطلاعات للرأي أن جزء الأكبر من البرلمان سيشكله الموالون للرئيس أشرف غني كما سيكون للحزب الإسلامي فرع قلب الدين حكمة نصيب كبير من مقاعد البرلمان اشتركوا في القناة